أول دور بجد أمتى وفين وإيه؟ أول دور بجد هو يعني أنا أقدروا أنه هو البداية اللي حطتني في الموضوع كان هذا المساء مع تامر محسن يعني هو الأولى هذا المساء ما أعتقدش الناس ما تحكي لنا كده أنت أنت كمان حواديتك حلوة يعني بتحكي بطريقة حلوة ما أحبش أستفيد قوي أحبش أتكلم عن نفسي أصلا كنا عكا ولي أيو أيو ما فيش هو الفكرة أنه تامر محسن صديق طبعا عادنا مثلا إيه أربع خمس سنين كده أقول لحاجة أحنا أصحاب هو صاحب واقل أخويا وصاحبي على الفيسبوك وده واتقابلنا مرة مرتين وكل شوية قوله يا أخي أنا نفسي أشتغل معاك وقول لي أنت ممثل حلوة قوي على فكرة أنا نفسي أشتغل معاك عادنا من النفس على بعض كده أنه نفسنا نشتغل مع بعض وبتاع وبعدين جيه بدون ذكر أسماء أكلمنيش جيه مش عارف كان موجة حرة كان تامر محسن مش عارف جيه مسلسل تاني ما كلمنيش جيه المسلسل بتعنيلي الكريم ده تحت ستارة ما كلمنيش الله فإيه تمام فاسوب حدى اللي أبسط لقيته في هذا المساء رح متكلمني لأنه تامر محسن فيه حاجة أولا هو بينساش يعني أي حد تكلم مع تامر محسن ويقول له مثلا تامر قل له أنا شفتك أو أنت كويس أو بتاع تعرف أنه تسجل جوه هنا بس مش هيجيبك في أي حاجة بس حاجة المونيستلي هيجيبك في حاجة على مقاسك مش حاجة بس كمان على مقاسك لازم كونك حاجة تخرجك برا للحطة اللي أنت كنت فيها أوكي هو ده المخجش فعلا يعني حتى في نفس الوقت يعني ممكن في نفس الدقيقة يخرجك من حتة الحتة تانية يعني أنا رايح مثلا ما عملت أوديشن طبعا عمل لي أوديشن وديه مش حاجة في معا عشان هو صاحبي ولا صاحب أخويا ولا بتاع كمان دا كن لا عمل لي أوديشن أوديشن قوية جدا وكان فيه منافسة مع كذا حد ممثلين تانيين وبتاع فهجي قال لي اقرأ ده اعمل الدور ده تمام فعملته بطريقة معينة قال لي أوكي أنا عايزه بقى بطريقة كذا تفهم في ساعتها فأخب بالك فقال لي أنت ممثل كويس قال لي أنت كدك ممثل كويس فهو لا ليه دماغ ليه دماغ معينة ومش أي حد يشتغل معاه ولازم بقولك يطلع منك حاجة مش موجودة فهو كان شايفني كوميديو بتاعه الكلام دا كله شافي يا دوبك حمتك المشهد دا بتاع اللي هو اللي كنت مطول فيه شعر إيائي دا وعمل مزور في خطوات الشيطان فقال طب لا تعال أحطه في الحتة دي فرح حاطتني في الحتة اللي تراجم في بايمة سيب الخير